يعني عشرين عام وأنت تتحدث عن أنه طول الأمد قد يعني يتململ الناس وقد يحدث فيه المفاشد وما إلى ذلك عشرين عام قضاها معايير رضي الله عنه فترة طويلة تقريبا فترة طويلة مقارنة بما نحن عليه اليوم ثم الخلل الدستوري الذي تفضلته بذكري وهو توريث يعني وإن كانت هناك مبررات ساغها بعض المؤرخين الذين يرون من مشهة نظر مقبولة هي في واقع الأمر لكن في ذات الأمر نريد أن أقف مع حكاية العشرين عام لزول واحد نعم هو أبو عاوية رضي الله عنه نامت خلافة عشرين السنة والمؤرخون يقولون هو أعدل الملوك يعني هو أول ملك في الإسلام وهو أعدل الملوك يعني كان رجلا حليما كان من كلمات يقول لو كانت بيني وبين الناس يعني شعر من قطعت إن شدوها رخاها نعم رخاها هذه شعرة معاوية هذه شعرة معاوية التي يقولونها رضي الله عنه وكان يعني رجلا فيه من الحلم وعنده من العلم ما ما يكفل له ذلك بالإضافة إلى أن الفتن كانت في عهد يعني فتنة الخوارج ما زالت يعني ثائرة وفائرة وبعض الناس ينقاد إليها هكذا لأنهم يعني كانوا يستدلون بنصوص قد تخفى على كثير من الناس فربما يلتمس له العذر ثم إنه قد رأى من قبله من الخلفاء الواحد منهم يكون خليفة حتى يموت أو يقتل يعني أبو بكر رضي الله عنه خلافته نعم كانت سنتين وبضعة أشهر لكن انتهت بموته عمر رضي الله عنه دامت خلافته عشر سنين انتهت بمقتله أو بشهادته كذلك عثمان رضي الله عنه دامت خلافته ثنت عشرة سنة انتهت بمقتله وكذلك علي رضي الله عنه دامت خلافته أربع سنين انتهت بمقتله رضوان الله عليهم أجمعين فكأن معاوية لم يرى قبله من الخلفاء من يريد تنازل من تخلى الاستثناء الحسن والحسن رضي الله عنه تخلى لأسباب موضوعية لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك فآثر رضي الله عنه أن يكون هو المتنازل من أجل أن يحقن الدماء وجزاه الله خيرا نعم منتاز وهذا يقطع الطريق أمام المنتقدين لمعاوية رضي الله عنه وانا أعلم هنا الشيعة نعم وطبعا نحن لا ننتقد معاوية رضي الله عنه وإنما ننبه يعني على الخلل الدستوري هذا وإلا فمعاوية صحابي جليل وهو أخال المؤمنين وما نستطيع أن نتكلأ فيه بسوء بل لا نستطيع أن نقارنه بمن بعده مهما كان ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئ المعاوية خير أم عمر بن عبد العزيز قال والله يوم لمعاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر وآل عمر انتهى الكلام